بسم الله الرحمن الرحيم لقد خرج المسيح الدجال ونحن عنه غافلون هذا الفيديو ليس للمشاهد المتزمد والمتعصب صاحب الفكر المتجمد والعقل المتحجر الذي يخاف أن يفتح نوافذ عقله حتى لا يرى آفاقا جديد من المعرفة أما المتجرد الباحث عن الحقيقة بأدلتها الموثقة حتى ولو خالفت فهما خاطئا تربى عليه فسيجد فيه ما كان يبحث عنه وأعده أن يكون هذا الفيديو هو نقطة تحول في فهمه للدين والواقع نعم إن الدجال قد خرج ونحن عنه غافلون ولا تلتفت أبدا لكلام الشيوخ لم يعرفوا زمانهم ولم يوقروا نبوءات الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج الدجال في موعده المحدد طبقا للنبوء المحمدية وبدأ خروجه بعد فتح قسطنطينية وهي الغضب التي أغضبته فعاث فسادا في بلاد الإسلام بدأ بالأندلس وغيرها وانتهاء بأشرص حملة تنصير شهدتها الهند في القرن الرابع عشر الهجري حتى بلغ عدد المسيحيين في الهند وحدها مليون مسيحي خرج الدجال من قبل المشرق لترويج أعظم فرية في تاريخ البشرية وهي فرية الإدعاء بأن الله تعالى قد اتخذ عيسى ولدا وبدأ بث سمومه ونشر فتنته ناعمة في بلاد الهند أكبر بلاد الإسلام في ذلك الوقت خرج الدجال الأعور من الكنيسة بعين مادية ثاقبة كأنها كوكب دري وبعين أخرى ممسوحة ومطموسة لا تعرف طريقا للروحانية مصداقا لقول الله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا هذا هو الدجال الأعظم الذي ورد ذكره في فواتح سورة الكهف بكل وضوح قال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلا كذبة وورد في خواتيم السورة حيث قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع وتحققت نبوآة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بخروجه معتمدا على الحجة والبيان مصداقا للحديث إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرئون حجيجوا نفسه وكما قال صلى الله عليه وسلم في سرعة حركته وتنقله كالغيث استدبرته الريح إشارة لوسائل النقل الحديثة التي ظهرت وتطورت تطورا ملعوظا في ذلك العصر وسميت في الأحاديث حمار الدجال فالحمار الذي طوله ستون خطوة ويأكل الحجارة وينفث جبلا من دخان ما هو إلا القطار البخاري الذي تم اختراعه في القرن التاسع عشر والحمار الأقمر الذي طول كل أذن من أذنيه ثلاثون ذراعا والذي تطوى له الأرض منهلا منهلا ويتناول السحاب بيمينه ويسبق الشمس إلى مغيبها ما هو إلا الطائرة التي تزامن تطورها في نفس الفترة وما بعدها والحمار الذي يخوض البحر لا يبلغ حقويه وإحدى يديه أطول من الأخرى فيبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يشاء ما هو إلا السفن البخارية التي تنتقل في عرض المحيطات والتي ظهرت كذلك بوضوح في نفس الفترة هذه هي خوارق الدجال التي وردت في الأحاديث النبوية وأخطأ فهمها علماء الظاهر وظنوها مشاركة لله تعالى في صفاته وأفعاله والحقيقة ما هي إلا المخترعات الحديثة والعلوم المعاصرة فهو أهوا على الله تعالى من أن يمنحه شيئا من صفاته وأفعاله أو يطلعه على أنباء الغيب التي لا يظهر عليها إلا من ارتضى من رسول الخلاصة أن المسيح الدجال هم أمة القساوسة الذين خرجوا من قبل المشرق في القرن التاسع عشر وفتنوا ملايين المسلمين وسحروهم بالعلوم المتطورة والمخترعات الحديثة وإزاء هذه الحملة التنصيرية الجارفة كان لابد من نزول المدد السماوي ببعثة المسيح الموعود لقتل الدجال والقضاء على حججه وبراهينه قضاء مبرما فكيف تحقق الوعد النبوي بنزول المسيح لقتل الدجال تابعونا في الحلقات القادمة للمزيد من المعلومات تواصلوا معنا على العنوان التالي ترجمة نانسي قنقر